اهلا بحضراتكم معنا وخلونا نرحب وبشدة بصاحب المنزل والدار مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزر منورنا مولانا بارك الله فيكم وأنار الله الطريقة للجميع مولانا أنا مخنوق من كم الشائعات التي يطلقها البعض عمدا ومخنوق من الناس اللي بتتاجر فقوة الغلابة بالغلى والكوة والجشع وذات الأسهار ومن الناس اللي تنزل تضارب على سعر الدولار فتضرب اقتصاد بلد أنا تعبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه دا وبعد أولا في عجالة وجازة بالنسبة لإطلاق الشائعات الضرة هذا أمر محرم ومجرم والله تعالى توعد المرقفين في سورة الأحزاب فقال سبحانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرقفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعنين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيله الآيات في سورة الأحزاب وهي تدل بداهة على إسقاط الجنسية وشرف المواطنة عن مطلقي ومروجي الإشاعات وأقول للأغرار الذين يغرر بهم بمعسول القول قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع يعني إنسان يتصل رسالة معلومة مش عارف إيه فبركة تزوير على أي موقع تواصل نت فيس مش عارف إيه وعدين يروح يرددها للآخرين كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع فأولا هي إثم وكفى بالمرء إثما فهو إثم عالي كبير عالي صبعا بالنسبة حضرتك للأخلاق المعاملات المالية سواء في اليسر أو العسر أو في أي أزمة أو في أي أمور عادية قال صلى الله عليه وسلم من احتكر على المسلمين أقواتهم فهو ملعون وضربه الله بالجذام والإفلاس وقال المحتكر ملعون وخاطئ والجالب مرزوق فمن هنا السلع التي هي قوت الشعب يعني الدقيق البترول البان الأطفال حؤن الأنسلين كل ما تتوقف عليه المصالح الضرورية للناس يحرم عدة أمور أولا يحرم الاحتكار وأنا أنبه المحتكرين بوعيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضربه الله بالجذام والإفلاس ثم غلائل بغل الأسعار قال صلى الله عليه وسلم اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق على أمتي فاشقق عليه وفي الحياة التطبيقية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل سوق المدينة فقال يا معشر التجار إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من بر والتقاء وفي حديث آخر رواه البخاري بالسند أن النبي صلى الله عليه وآله قال التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصدقين بالنسبة للتلاعب في الأسعار العملات مثل الدولار ويعتبر من احتياط الدول أولا إحنا عندنا حديث لا ضرر ولا ذرار وفي قاعدة فقهية أسوقها للناس أولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن في أخباره الصحيحة صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والفقهاء استنبطوا قاعدة إيه المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة يعني الآن مثلا بعض الناس يعني يمكن يألم مبتهج أنه هو سعر الضرار ارتفع عشان مدخراته طيب أنا أناشد هنا من أفاء الله عليهم بعملة صعبة طيب حبك لبلدك ووفائك لوطنك أنا أدعو أن يكون التعامل مثلا بالعملة المحلية دعمة للاقتصاد الوطني من ناحية الأمر الآخر لا تحجم عن الادخار بالعملة اللي هي الدولار كاحتياطي بحيث أن أنت بتدعم اقتصادك الوطني وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقدمون مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية فشوف لما نزل تحريم الربا المرحلة الأخيرة الربا الأول كان في الجاهلية مكسب ضخمة للتجار العرب يعني كان يأخذون مقابل الدرهم عشرة دراهم يأخذون مقابل مثلا خمس زنانير الدنار الواحد خمس زنانير كان هو الربا النسيئة الربا المركب تمام لكن لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل في أواخر أو خواتيم سورة البقرة تحريم الربا النهائي اللي هو ربا النسيئة وأحل الله البيع وحرم الربا خدت بالحضرتك الكل قدم مصلحة الشرح ومصلحة الوطن مصلحة الشرح ومصلحة الوطن بحيث أنه لم يحتل على الربا هي نفس الشيء الآن فإننا بنقول مثلا هو التضخم هو عالمي خدت بالحضرتك ولا يخص بقعة ودون بقعة ولا يخص مصر من غير العالم لأن مصر جزء من العالم فما يسرع على العالم الآن سواء في أوروبا سواء في أمريكا سواء في آسيا سواء في أفريقيا سواء دول نائمة غير نائمة المهم التضخم دي سنة كونية وبرضه على فكرة الإسلام تنبأ بيها إن فيه تضخم مالي يعني أحاديث كثيرة منها لا تقوم الساعة حتى يُعطى الرجل مئة فيستقل لها ولا تقوم الساعة حتى يُعطى الرجل ألف فيستقل لها وفيه أحاديث عن التضخم بالنسبة للدول الرئيسية في المنطقة المهم فهنا الصحابة ردل عنهم قدموا كما قلت مصلحة الشرع والوطن كذلك لما نزل تحريم نكاح المتعة في معركة خيبر وتحريم اللحوم الحمر الأهلية شو بقى الشهاد اللي جاي وتحريم الخمر التحريم النهائي اللي هو في صورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركسهم من عمل الشيطان فاشتنبوه كان فيه صحابة بيتجرم في رحلتين الشتاء والصيف وعندهم أواني أو أنية يعني زي بيقولون عليها الآن براميل يعني فيها خمور معطقة يعني غالية جدا لأنه عصيرها وعملها بقالها خمس ست سنين عشان يبيعها أغلى لما نزل التحريم النهائي للخمور فورا أراقوها قال الراوي حتى بتلت سكك المدينة حتى بتلت سكك المدينة فناس كان بتحظم الشرع من جهة وبتنظر إلى المصلحة العامة من جهة أخرى ده التدين الحقيقي صدقني يعني قعد فكر أو الناس أو المشاهدين أو المتابعين أن التدين أو الالتزام معناه نقر عدة ركعات أو مجرد صيام لا يا حبيبنا الغالي الرسول السلام عارف لما بيرخص حقيقة الدين ومقصد الدين قال لي الكلمتين فيهم الخلاصة الدين المعاملة الله ينور عليك الله ينور عليك ساعت الإعلام والنائف ونفس الوقت يسمر الحسيني قال لي الدين مش كسرة الصلاة الدين مش كسرة الصيام الصيام والصلاة نفسك الدين ليست كسرة العمرات والحج الدين ليس شوف لكن هو لخص ايه اللي بيكشف عن حقيقة الدين المعاملة يبقى هنا ايه لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه والنبعث السلام بيعلمنا حب الوطن والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة لا احتكارة للأخوات لا مش مضاربة لا اضرار بالوطن في عمليات الدولارات ايضا لا احتكارة للأخوات والسلع والانسان يكون عضو نافع لان هاختم بحديث خير الناس انفعهم للناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا خليك مولانا بجد حقيقة يعني الواحد لازم دايما يشكر فضلتك على كل ما يعني تعطينا اياه من علمك الله يعني لصالح الناس اللي حاجة مهمة جدا اشتركوا في القناة